حاليا متواجد بملعب الشيخ جابر المبارك الخاص بنادي الاسليبخات بتصميم وفق الاشتراطات الدولية للملاعب العالمية ويتسع هذا الملعب لـ 15 ألف متفرج خلونا نشوف أهم تفاصيل هذا الملعب مميزاته أنه يكون ملعب من أول الملاعب في الكويت في هذا الشكل وفي منطقة صليبخات على مستوى محافظة العاصمة هذا الملعب راح يكون من أفضل ملعب في الكويت وخاصة أن الملعب استبعدنا منه المضمار وهذا أفضل شيء حسب أول شيء ما شفنا من الأخوان قالوا بعد عن وخر المضمار وبدأ الملعب أنتم راح تشوفونه يمكن أول ما ينتهي راح تشوفونه الأرضية والمدرجات والشكل الخارجي راح يكون ملعب من أفضل ملعب ما راح يكون الملعب للتمارين أو أنه يكون حق مباريات ناشئين راح يكون حق الفريق الأول والتمارين راح تكون عليه خفيفة راح نكون ننشئ ملعبين إلى ثلاث ملاعب خارجية في حيث أنه التمرين والمباريات راح يكون على هذا الملعب حلم طال انتظاره حق نادي في حيحيل ومجلس دارة نادي في حيحيل وحق المنطقة وهالي المنطقة يعني من تأسس النادي من عام 64 وفي حيحيل يعتبر من الأندية القديمة ما فيها انطق مسمار داخل النادي بس فضل رب العالمين الله عاننا واليوم شوفت عينك الحمد لله يعني الحلم تحول حقيقة والله هو مدة المشروع ثلاثين شهر يعني قرابل سنتين ونصب بس ان شاء الله ان شاء الله راح مننا ستة شهر المشروع بإذن واحد احد ان شاء الله انه ما يتجاوز سنتين سنتين ونصب الكثير والله اشكر كل من اللحق علينا كل من سعة من قريب من بعيد بدأ من اخواني عظام مجلس دارة إلى من لهم فضل علينا الاخوان في الهيئة وعلى راسهم الأخ حمود فليطح والأخ اللي ما انسى فضله اللي يتعهد انه ما يترك الهيئة شباب الرياضة الله يذكره بالخير الاخ ابو سالم حمود المبارك الشيخ حمود المبارك اللي يكون يعني المشروع خالص بإذن الله ووفه بوعدة وزاهم الله خير جميعهم الاخوان صقر الملة كذلك ما بينسى احد جميع من اللحق علينا وسعى بصغير ولا بكبير في الأمر زاهم الله خير وجميع مؤسسات الدولة الحمد لله اللي ساعدت على هالمشروع منظر ما هو زين وجود التراك او المضمار لعب القوة داخل الملاعب الاستيديوم فاليوم لا الحمد لله الملاعب الجديد والحديثة ما في مضامير ما تلعب القوة ولا بالعكس رح يكون مباشرة ملعب حلو ملموم 12 ألف كرسي عدد الجماهير لا ان شاء الله رح تكون يفرح فيها المنطقة ان شاء الله والحمد لله اللي يلا جعلنا سبب في نهضة وشوفة الحلم هذا جدا معنا الحمد لله جاري العمل على الانتهاء من المنشأة الجديدة لنادي الفححيل الرياضي الذي تأسس عام 1964 أهالي منطقة الفححيل ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من هذا المشروع لبرنامج الديربي خالف العنزي ترجمة نانسي قنقر